بالضبط جميل جدا نلامية هو القضية إحنا بقلنا حلقين عشانا هتلاقيني كشة وانا بتكلم في الموضوع ده لا انت جمال برد ربنا معاك لا 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 بصي ما عايز اخد لا بصي بصي احنا ككل سيداتنا في مصر لأن احنا مجتمع متدين ومجتمع متحفز وده شيء مش روح الشيء جميل لكن خلينا نتذكر انا دائما اقول في قتل زي كده ان رسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني رحم الله ونساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين وفي العلم فطالما بدنا تفقه في شيء عايزين نعرف الصحة من الغلط والنهارده ثبتت حاجات كتير جدا انها احنا كنا برضو عطينا عليها تابو او تغطية كده مش بنتكلم فيها مع ان اذا ما تكلمناش فيها عينكلم فيها فين في حاجات احنا كأباء كأولياء امور يعني بنتكسر نتكلم زي ما انت قلت فيها انت عندك حيز اقول المنطقة من اول السرة والوسط لحد فوق الركبة كده مالهاش اسم مالهاش بيرى في كلمة في اسمها يعني كان عندي كبد وعضو اخري السرة انما لا يجرؤ حد لا يعلم ولاده ولا يقول بعض الالفاظ مع انه هي دي اعضاء خلقها ربنا ولها وظائف يعني السطر حاجة وان يكون فيه مش اسمها اللي ما تتسماش ففيه عند الاولاد فيه قضيب وفيه مبايض وفيه اعضاء للانسة وفيه خصية وفيه حاجات كتير دي حاجة الحاجة التانية يعني المفاهيم الغلط ان احنا ما نفتحش المواضيع دي وما نتكلمش معها في الوقت اللي العالم كل دلوقتي بتكلم وانا عايز انتعز فرصة ونطارب لانه يكون فيه حاجة اسمها زي بارة يعني حاجة اسمها sexual education classes في المدارس من اول الابتدائي مادة زي ما احنا دولت اللي بتكلم عايزين نعمل مادة سلوكيات عايزين نعمل مادة يعني عن اخلاقيات الناس لان المجتمع شايفين ان سلوكياته مش بالشكل اللي المرضي اللي يؤهل هذا المجتمع لان يتقدم ترجمة نانسي قنقر